عندما قرر الشاب الأمريكي رونالد أوبوس أن ينتحر استعمل أسهل طريقة وهي أن يرمي نفسه من فوق العمارة التي كان يسكنها فرمى نفسه من الدور العاشر بعد أن ترك رسالة لأهله يخبرهم فيها أن انتحاره بسبب اليأس من الحياة وبعد أيام من انتحاره بيّن تقرير تشريح جثته أنه توفي من طلق ناري في الرأس ولم يمت بسبب سقوطه من الدور العاشر كما وضح التحقيق أن رونالد أثناء سقوطه خرجت رصاصة من شباك العمارة التي هو ساكن فيها والتي رمى نفسه من عليها واستقرت في رأس رونالد وقتلته ومن الفحص تبين أن الطلقة التي أصابت رونالد انطلقت من الطابق التاسع وهذه الشقة التي في الطابق التاسع كان يسكنها زوجان من كبار السن منذ سنين واشتهر الزوجان بين الجيران بكثرة الخلافات والشجار بينهما والغريب أنه في الوقت الذي رمى فيه رونالد نفسه كان الزوج يهدد زوجته بإطلاق الرصاص عليها وكان في حالة هيجان شديدة فضغط من دون وعي على الزناد فانطلقت الرصاصة من المسدس لكن الرصاصة كانت بعيدة عن الزوجة وخرجت من الشباك لحظة انتحار ومرور رونالد الذي رمى نفسه فأصابته في رأسه ومات بسببها في المحكمة اتهم الزوج بتهمة القتل غير العمد لكنه أصر هو وزوجته على أنهما دائما يتشاجران وأنه متعود على تهديد زوجته بالقتل وكان يعتقد أن المسدس ليس به رصاص لأنه فارغ دائما والغريب أن التحقيقات بيّنت أن أحد أقارب الزوجين رأى ابن الزوجين يملأ المسدس بالرصاص قبل أسبوع وكان ذلك بسبب أن أمه منعت المساعدات المالية عنه فأراد الإبن أن يتخلص من أبيه وأمه مرة واحدة وكان يعرف أن والده دائما عندما يتشاجر يستخدم المسدس الخالي من الرصاص ففكر أن يضع به الرصاص لكي يقتل أباه أمه ويكون بذلك قد ضرب عصفورين بحجر واحد لكن للأسف لكن للأسف الرصاصة لم تصب أمه واستقرت في رأس رونالد وهو ينتحر وهكذا تحولت تهمة القتل من الأبي إلى الإبن لقتله رونالد الأغرب من كل ما سبق أن رونالد أوبوس هو نفسه ابن الزوجين وهو الذي وضع الرصاصة في المسدس لكي يتخلص من أبيه وأمه وبسبب تدهور أوضاعه المادية وتأخر أبيه في قتل أمه قرر الانتحار من سطح العمارة ليصادف الرصاصة التي وضعها رونالد بنفسه في رأسه فأصبح هو القاتل والقتيل في نفس الوقت وكل الأحداث دلت على أن الأمور كلها تسير بتقدير الله وأن كل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال شاب جامعي تعب والده في البيت يوم الثلاثاء وأحس بآلام في قلبه وكان يوم الأربعاء هو امتحان نهاية العام للشاب بالجامعة وقد قال له والده أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى حالا فقال الشاب لأبيه أنا في خدمتك يا أبي ولكن كن مطمئنا ستكون بخير إن شاء الله أخذ الشاب مذكراته التي سوف يمتحن بها في الغد وتوجه مع أبيه للمستشفى وبعد الكشفات والتحاليل قال له الطبيب والدك لابد أن ينام الليلة بالمستشفى فحالته تستدعي عناية مركزة استسلم الشاب لطلب الطبيب وجلس مع والده بالغرفة وكان والده متعبا جدا ولم يكن هناك متسع من الوقت للمذاكرة وظل يهتم بوالده حتى الساعة العاشرة مساء عندما نام والده وحاول الشاب أن يذاكر بعض الوقت إلا أنه شعر بالإرهاق ولم يستطع مقاومة النوم فنام بالقرب من والده بعد أن قام بضبط هاتفه على أذان الفجر ومع أذان صلاة الفجر استيقظ الشاب للصلاة وأيقظ والده وبعد الصلاة أعد طعاما خفيفا لأبيه أوصى به الطبيب وظل بجانبه يهتم به ثم بدأ في المذاكرة ولكنه لم يذاكر الكثير حتى بقي على موعد اختباره نصف ساعة فقبل رأس والده ويده وقال له أدعو الله لي بالتوفيق أنا ذاهب للامتحان رفع الأب يده إلى السماء ودعا لولده وذهب الشاب إلى قاعة الامتحان وبعد أن قام الدكتور بتوزيع الأوراق كتب الشاب ما يعرفه في ورقة الأسئلة قرابة ستين سؤالا لم يجب إلا على تسعة أسئلة والباقي لم يتذكر إجابته وكانت المادة طويلة جدا وعندما أعلنت النتيجة وجد هذا الشاب أنه حصل على الدرجات النهائية في تلك المادة التي لم يجب فيها إلا على تسعة أسئلة من ستين سؤالا فقال الشاب في نفسه لعل دكتور المادة أخطأ ذهب الشاب إلى دكتور المادة وذكر له اسمه كاملا ثم قال له هل يمكن أن أتأكد كم أخذت بالاختبار؟ فقال له الدكتور مبارك عليك حصلت على ستين من ستين وفقك الله فقال الشاب للدكتور بكل أمانة أنا لا أستحق ذلك أنا لم أجب إلا على تسعة أسئلة فقط فكيف حصلت على هذه الدرجة؟ بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فلم يجد ورقة باسم الشاب من بين أوراق زملائه الطلاب ثم قال الدكتور له اسمع يا بني ما الذي حدث مع ورقتك؟ عندما كنت أصحح أوراق الطلاب في شرفة بيتي طارت ورقة مني أثناء التصحيح من شدة الهواء فجمعت باقي الأوراق ودخلت الغرفة ولعل الورقة التي طارت كانت ورقتك ولأني لا أريد أن أظلمك بشيء فقد أعطيتك الدرجة الكاملة ابتسم الشاب وقص على الدكتور ما حدث له مع أبيه ليلة امتحانه لمادته فضحك الدكتور وقال له لعله كارم من الله بسبب حسن برك بوالدك فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بركة دعاء الوالدي طبيب أسنان سوري اسمه مجد ناجي تخرج وسافر للإمارات للعمل وأنشأ العيادة الخاصة به قام بتأجير عيادة وبدأ يدفع إيجارها شهرا وراء شهر ولكن العيادة لم يأتي إليها أحد حتى كادت نقوده المتبقية تنفذ وبالفعل بعد وقت قصير نفذ كل ما معه من نقود في هذا الوقت فكر في الاقتراض من أصحابه فلم يقرضه أحد فبدأ يتوسل لصاحب البيت الذي به العيادة ليؤخر الإيجار لبعض الوقت فأعطاه صاحب البيت مهلة وبعدما انتهت المهلة أخبره صاحب البيت بأنه سيحول الموضوع للمحكمة وربما طردوه خارج البلاد بعد إغلاق عيادته شعر الدكتور مجد في هذا الوقت أن الدنيا أصبحت سوداء في وجهه وفي وسط هذه الظروف اتصل به والده من سوريا ليطمئن عليه ويخبره بأنه يحتاج لبعض الأموال لأن الأوضاع عنده غير مستقرة فمد الدكتور مجد يده في جيبه وأخرج آخر مبلغ معه وأخبر والده بأنه سيرسل له في الغد مبلغا وهو يحدث نفسه في كل الحالات هناك أزمة بعدما حول الدكتور مجد المبلغ لأبيه في سوريا ذهب إلى صاحب البيت يستعطفه ليؤجل القضية ولكن صاحب البيت رفض طلبه فأدرك تماما أنه كطبيب أسنان انتهى مشواره تماما في هذا البلد قبل أن يبدأ وأثناء عودة الدكتور مجد من عند صاحب البيت اتصلت به مديرة عيادته تخبره أن العيادة ممتلئة عن آخرها بالمرضى وطلبت حضوره بأقصى سرعة ممكنة فظن أن مديرة عيادته تمزح معه وعندما أقسمت له أنها صادقة أسرع وذهب للعيادة فوجد ما قالته مديرة عيادته صدقا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كان بالفعل رجل وعائلته بأكملها فكشف عليهم وعالجهم وكان ثمن الكشف والعلاج هو بالتمام أجر العيادة المتأخرة وأيضا المبلغ الذي أرسله لوالده فسبحان الله ومنذ هذا اليوم والعيادة تمتلئ بالمرضى حتى أصبح الدكتور مجد أكبر طبيب في الخليج وأصبح له برنامجا ثابتا على القنوات الفضائية الخليجية بل وأصبح طبيبا شخصيا للكثير من المشاهير في الوطن العربي بأكمله إن من أسباب الرزق صلة الرحم وبر الوالدين وصلة القرابات وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال من أحب أن يفسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه يقول تاجر سوداني كنت أعمل في التجارة مع صديق السعودي سعود في مدينتنا بريدة وذات يوم ذهبت لصلاة الجمعة في الجامع الكبير كعادتي فقال الإمام الصلاة على الجنازة وتسألنا من المتوفي فإذا هي الصدمة إنه صديق العمر سعود صدمت بشدة وصلينا الجنازة على حبيبي وصديقي عمري رحمة الله عليه وبعد شهور من الحادث بدأت أصفي حسابات مادية مع أبناء سعود وورثته وكنت أعلم أن سعود رحمه الله عليه دين بمبلغ 300 ألف ريال سعودي لأحد التجار فطلب من التاجر أن أذهب معه للشهادة بخصوص الدين عند أبناء سعود وحيث إن الدين لم يكن مثبتا بشكل واضح لأنه تم عبر عدة صفقات لم يتضح لأبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم لا ورفض أبناء سعود التسديد ما لم يكن هناك أوراق ثابتة تثبت أن والدهم لم يسدد المبلغ ولأن العلاقة بيننا نحن التجار تحكمها الثقة لم يوثق ذلك التاجر مراحل التسديد بوضوح ولم تقبل شهادتي وصارحني ابن سعود قائلا لم يترك لنا والدي سوى 600 ألف ريال فهل نسدد الدين الذي لم يهتم صاحبه بإثباته ونبقى بلا مال دارت بي الدنيا وتخيلت صديقي سعود معلقا في قبره مرهونا بدينه كيف أتركك وأتخلى عنك يا صديق الطفولة ويا شريك التجارة وبعد يومين لم أنم فيهما وكنت كلما أغمطت عيني بدت لي ابتسامة سعود الطيبة وكأنه ينتظر مني مساعدة فعرضت محل التجاري بما فيه من مضائع للتقبيل والبيع وجمعت كلما أملك وكان المبلغ 450 ألف ريال فسددت دين سعود وبعد أسبوعين جاءني التاجر الدائن لسعود وأعاد لي مبلغ 100 ألف ريال إنه تنازل عنها عندما عرف أني بعت بضاعتي ومحلي من أجل تزديد دين صديقي المتوفي وقال التاجر الدائن ذكر قصتي لمجموعة من تجار بريدة فاتصل بي أحدهم وأعطاني محلين كان قد حولهما لمخزن وذلك لأعود لتجارتي من جديد وأقسم لي أن لا أدفع ولا ريال واحد وما إن استلمت المحلين ونظفتهما إلا وسيارة كبيرة محملة بالبضائع نزل منها شاب صغير في الثانوية وقال هذه البضائع من والد التاجر فلان يقول لك عندما تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط والنصف الباقي هدية لك أشخاص لا أعرفهم بدأوا بمساعدتي من كل مكان وانتعشت تجارتي أضعاف ما كانت قبل تلك الحادثة ونحن الآن في رمضان عام 1436 هجريا والحمد لله لقد أخرجت زكاة مالي ثلاثة ملايين ريال تعليق أولاده فلذات كبده لم يكترثوا بسداد دين والدهم طبعا في الميراث والصديق الذي كان بمثابة الأخ المخلص ضحى بباب رزقه حتى لا يحبص صديقه في قبره ويعذب بسبب دينه هذه الصحبة الطيبة والأخوة الصادقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون داخل السيارة ركب معي في السيارة أحد المعارف هو والده قبل عشرين عاما وقد استغربت كيف أن الولد الشاب أدخل والده في المقعد الخلفي وركب هو بجانبي لكن الأغرب من ذلك أن محادثة بين الأب وابنه طالت وتحولت إلى مشادة كلامية لم أعرف كيف أوقفها وأنا أقود السيارة بين مكة وجدة وتطورت المشادة في النهاية لرفع الشاب يده عاليا مهددا والده بالضرب إن لم يسكت كانت مفاجأة كبيرة لي وقد علمت فيما بعد أن ذلك الشاب قد تعود على هذا العقوق مع والديه وأنها ليست المرة الأولى التي حدثت معي ذلك الشاب وبعد عشرين عاما وجدته في الطريق مع ابنه الأكبر فدعوته للركوب بالسيارة فتكرر المشهد أمام عيني مرة أخرى إذ بابنه يركب بجانبي ويترك والده ليجلس في المقعد الخلفي وأثناء الحديث حدثت مشادة بينه وبين ابنه وسمعت السبابا من الابن لأبيه بل رفع الابن يده على والديه وهدده بالضرب مثل ما كان يفعل والده في أبيه قبل عشرين عاما فسبحان الله نفس المشهد يتكرر بالتمام والكمال مشادة كلامية تنتهي بأن يهدد الابن أباه بالضرب لذلك عاتبته على سوء أدبه ثم أنزلته من السيارة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ليكمن طريقه بنفسه وفي الطريق تحدث هذا الشاب الذي أصبح أبا عن سيرة حياته من يوم أن ركب هو ووالده معي منذ عشرين عاما وحتى اليوم فوجدت كيف أن الله العادل عز وجل يمهل ولا يهمل في معظم المعاصي إلا في العقوق فذلك الأب الذي أصبح الآن مسكينا حكى لي أنه على مدى العشرين سنة الماضية لم يدخل أمرا إلا وكان يتخبط فيه بين الفشل والعجز والخسارات المتتالية وحكى أيضا عن زوجة نكدية لا تبتسم أبدا معن عمل مهين يطرد منه إلى عمل أحقر منه حتى عندما جاءه رزق لم يخطر على باله دخل به في أعمال فخسرها في مدة قصيرة جدا وكادت الديون تعصف به وبأسرته وتلقي بهم إلى الشارع كما تكالبت عليه الأمراض وهو ما زال في ريعان شبابه وحتى اليوم وقد أقر بنفسه وهو يبكي وبعد فوات الأوان أن التعامل مع الوالدين دين سيرده الله إليك إن أحسنت معهما أحسن أولادك إليك وإن أسأت إليهما رد إليك الأبناء الإساءة وأكثر لقد ندم الأب أشد الندم على عقوقه لوالديه لأن ابنه يكرر ذلك معه فسبحان رب العدل وصدق رسوله الكريم حيث قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّيٌّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا توفي الأب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجعولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الإبن مشغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا؟ اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت عليه فمن عاش على شيء مات عليه وكعادته لم يهتم الإبن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها إمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفن ودفن لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميلتة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم